موسيقى يعرف تخثر الدم بأنه عملية طبيعية يقوم بها الجسم لوقف النزيف عند الإصابة بجرح ومع ذلك يمكن أن تحدث مشاكل عدم تتشكل التجلطات في الأوقات غير المناسبة أو في الأوعية الدموية الخاطئة موسيقى تتضمن مشاكل تخثر الدم أشكالاً عدة أولها انسداد الشرايين عدم تتشكل جلطة دموية في الشريان قد يؤدي ذلك إلى انسداد الشريان وتقليل تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم ما يمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية موسيقى ثانياً الجلطات الوريدية تحدث في الأوردة وتميل إلى التكون في الأطراف السفلية ويمكن أن تسبب مشاكل مثل الدوالي والجلطات الوريدية العميقة ثالثاً الجلطات الرئوية يمكن للجلطات الدموية التي تنتقل من منطقة في الجسم إلى الشرايين الرئوية أن تسبب انسداداً في الرئتين ما يؤدي إلى خطر الوفاة رابعاً ارتفاع خطر الجلطات الدموية يمكن أن تزيد بعض الحالات مثل السرطان والجراحة والإصابات الخطيرة من خطر تكون الجلطات الدموية تعتبر مشاكل تخثر الدم من المشاكل الصحية الخطيرة والتي تحتاج إلى متابعة طبية دقيقة وعلاج مناسب لتجنب أي مضاعفات محتملة الحدوث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر